اشتركوا في القناة نحتاج إلى الشعور بالثقة سنحاول تصديق ذلك منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تراقب القتال تهتم بتسجيل الوقائع على الأرض فقط أنا قلق بسبب استئناف العمليات القتالية اليوم صباحاً ونحن ننتظر إنهاء كل العمليات العدائية في الوقت الذي حُدد لها في مينسك ونأمل في تراجع المعارك من الآن لتنتهي في الدقيقة السفر من ليلة الأحد وقد سادت الشكوك بنجاح اتفاقات مينسك أجواء قمة الاتحاد الأوروبي أمس رغم أن المستشارة الألمانية أنجلا ميركا التي كانت قد عادت توا من مباحثات مينسك حاولت إشاعات شوء من التفاؤل ندرك ضرورة بثل المزيد من الجهود فقد تركنا الباب مفتوحاً لكل الاحتمالات والرد المناسب عليها وسيسعدنا طبعاً أن تسير العملية بنجاح وأن ندعمها الهدف الأكبر للاتحاد الأوروبي الآن هو تخفيف حدة الصراع الأوكراني والرسالة التي وجهتها القمة لروسيا هي أن الأوروبيين يريدون التمسك بتشديد العقوبات ضدها وهو إنذار واضح لموسكو لقد أظهرنا وحدة موقفنا في هذه اللحظة الصعبة وأننا مستعدون للرد بتدابير أخرى إذا لزم الأمر لكن صوت الرصاص لا يزال هو السائد في شرقي أوكراني حتى الآن على الأقل